اثار خالد نجلو سعد الجبري المستشار الامني الصعودي السابق تفاعلا واسعا بين نشطائنا على مواقع التواصل الاجتماعية بعد مقال كتبه حمل عنوان يجب على بايدا معاقبة المملكة العربية الصعودية لدعمها روسيا وقال الجبري في المقال الذي نشره على صحيفة الفورين بوليسي يمكن للرياض ان تحدث فرقا في اسواق النفط لكنها اختارت الوقوف الى جانب زملائها المستبدين بدلا من الولايات المتحدة وزعم الجبري انه في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موحدين ضد الغزو الروسي لاوكرانيا تقف المملكة العربية الصعودية لجانب روسيا من خلال عدم ادانة الغزو علانية وتأكيد التزامها باتفاقية اوبيك بلاس وكشفت الحكومة السعودية عن شروخ في شراكتها طويلة الامد مع الولايات المتحدة وتبع الجبري زعما ان عدم رغبة السعودية في زيادة انتاج النفط استجابة لطلبي بايضا يمثل احدث علامة على تغيير الولاءات على حد تعبيره ويذكر ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وفيما يتعلق بالازمة في اوكرانيا اوضح موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي الى حل سياسي يؤدي الى انهائها ويحقق الامن والاستقرار وان المملكة على استعداد لبدل الجهود وللوساطة بين كل الاطراف وذلك خلال اتصال هاتفي اجره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية وفيما يتعلق بتأثير ازمة اوكرانيا على اسواق الطاقة جدد الامير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توزن اسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق اوبيك بلاس في ذلك وهمية المحافظة عليها وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية حسين الغاوي يعلق ويقول خالد سعد الجابري يكتب مقالة عبر مجلة الفورين بوليسي وطالب ادارة بايدن بفرض عقوبة على السعودية لانها رفضت زيادة انتاج النفط تعليق ابن الجاسوس جاسوس فيما علق سفيان السامراء هذا هو الفصل الانقلابي القادم الذي يريد ان يقوده براثن الحرص القديم الجابري ضد ولي العهد بن سلمان تحريض لفرض عقوبات وفتح ملفات سخيفة واشق الصف عبر حملات اعلامية كاذبة قادمة التصدي لهذه الهجمة الانقلابية اليسارية التأسلومية يحتاج الى المزيد من الضخ الاعلامي المضعد والتوعية الرقبية وغرد ابراهيم السلمان بالقول لم استغرب تغريدة ومقالة الجابري رابيب السحت ابن الخائن ناهب الاموال العامة فهو ليس عدو للنظام محمد بن سلمان كما يدعي بل عدو لوطنه واهل وطنه عندما طالب بمعاقبة وطن واهله نكاية بامير فذلك كشف خيانة والده العميل الحرامي ونهبه للاموال العامة هؤلاء يبيعون شرفهم بدولار جاسر الماضي خالد ابن الخائن صعد الجابري عبر مقالة في مجلة الفورين بوليسي طالب الرئيس الامريكي جو بايدان فرض عقوبة على السعودية هذا توضيح صارح لمن يتساءل مستغربا هل يعقل ان يسعى سعد الجابري وهو يقف على هرم اهم الوزارات في السعودية انذاك بخيانة وطنه الذين تابنوا سعد الجابري ضمن الطابور الخامس لاسقاط السعودية هم انفسهم الذين كتبوا لهذا الطفل الخائن بالوراثة تلك المقالة وغاية كل هذا سبق ان اوضحته في التغريدات اذنه فالسعودية تخوض حربا وجودية ليست عادية هذه الحرب لا تستهدف سمو وولي الاهدى والملك حفظهم الله او حتى الاسرة الحاكمة هذه الحرب تستهدف السعودية برمتها شعبا وقيادة وارض وثروات ولهذه الحرب ادوة عدة كان سعد الجابري وامتداداته اداتة واليوم ابنه عبر هذه المقالة اداتة اخرى وما توسع دائرة الحرب في اوكرانيا وارتفاع وطيرة المخاطر سوف تظهر اصوات لم تتوقعونها حيث سبق ان حذرت منها